اشتركوا في القناة في المحترف ان شاء الله هنغطي الطريق الى المنديار اللي وصلت له المنتخبات الكبيرة على سبيل المثال طبعا التصفيات الافروقية المهمة جدا جدا كمان على المستوى الاوروبي وعلى مستوى ساوز امريكا خلانا نتكلم الاول على التصفيات الافروقية ودايما بنتكلم التصفيات الافروقية وما يهمنا طبعا المنتخب المصري منتخب المصري اعتقد ب فوز مهم جدا جدا في الطريق إلى الفاينل ستيج. المرحلة الأخيرة أو المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية للوصول للموندير. مكسب كبير جدا. 3-0 على منتخب ليبيا. في ظروف أعتقد كانت ظروف إلى حد ما فيها ضغوط شوية على اللاعبين. ضغوط شوية على الجهاز الفني. أرضية الملعب مختلفة شوية. لكن كان فوز كبير جدا جدا. خلينا نتكلم بس في نقطة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر. ويعني كل الناس أكيد تكلمت عن مكاسب هذه المباراة. هذه المكاسب مكاسب فنية. أنا عايز أتكلم حضراتكم في نقطة مختلفة شوية. تفتكروا طبعا اختيارات كيروش أول مجيء. وكان فيه جدل واسع كبير جدا لعدم اختيار محمد شريف ومحمد مجدي أفشل. أنا هتكلم باختصار على يمكن. آه طبعا اختيارات هي حق أصيل للمدير الفني. لكن في اعتقاد الشخص يمكن بعض الناس كتبت أن كيروش يعني بيكسب الرهان أو بيكسب التحدي. الموضوع ما فيهوش تحدي لأي شخص أو أي جهة. الموضوع كله وجهات نظر فنية. واعتقاد الشخص أن وجود محمد شريف كان مهم جدا جدا في المباراةين دول. ليه؟ نتكلم على المباراة الأولى. طبعا مصطفى محمد لعيب كويس قوي. لعيب مهاري. لعيب بيأدي بشكل كويس مع جلات أسراي. مع منتخب مصر. ولكن لما يكون عندك يعني مصطفى محمد هو لعيب بوكس. لعيب بيلعب فيه 18 بشكل أكثر من رائع. ويعني عنده دربات الرأس بيتميز بها بشكل جميل جدا. وعلى أساس ده متواجد في منتخب مصر عنده هذه الصفات. لكن لما يكون كمان عندك مهاجم زي محمد شريف. وأعتقد محمد شريف ليه مواصفات مختلفة تماما عن مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب بوكس. بيلعب بدماغه كويس قوي. لعيب ممكن يكون محطة بشكل كويس. دي كلها مميزات جميلة جدا. لكن مهم كمان في منتخب مصر أن يكون عندك أكثر من لعب بمميزات مختلفة. بعناصر مواهب مختلفة. بإمكانيات مختلفة. وخاصة مركز رأس الحرب. محمد شريف أعتقد كان وجوده مهم ليه؟ لأن محمد شريف كمان مختلف عن مصطفى محمد. محمد شريف وارد جدا في بعض المباراة تحتاج لمهاجم زي محمد شريف. تحرقات كرات بينية. وشوفنا الكلام ده يمكن على مستوى خط النص. افتقدنا شوية التمرينات البينية. بتتكلم على رأس حربة. بيوسع مساحات كتيرة جدا للقادمين من خلف. ودائما طبعا بنتكلم على محمد صلاح نجمينا الكبير. بيحتاج هذه المساحات عشان يبدأ يتواجد جوة 18 ويحرز أهداف. فعايز أقول لحضراتكم. كلنا طبعا صبورت المنتخب. لكن كان عندي وجهة نظر فنية. رغم طبعا نجاح المنتخب بشكل أكثر من رائع. ست نقاط أمام المنتخب الليوي نتيجة رائعة جدا. لكن ما زلت عند قولي أن كان المنتخب ينقصه محمد شريف. لإني دايما بنقول أن عندك منتخب قوي. يبقى لازم يكون عندك دكة قوية جدا. مش للحضاشر بس بنتكلم على 23 اللعيب. وجود محمد شريف أعتقد كان مهم في المباراتين اللي فاتوا. لكن أنا متأكد أن إن شاء الله الفترة اللي جاية هللاقي أفشا. هللاقي محمد شريف. وهللاقي إن شاء الله كمان نجوم على مستوى الدوري اللي حيبدأ يمكن خلال أسابيع.